السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم محمد خيال وفي درس النهاردة نتعرف على إضافة جديدة نقدر من خلالها أن نعمل داونلود للصور داخل برنامج رفتشوب والإستيريتور والإنزاين والإكس دي طيب الصور دي تأتي من موقع أنس بلاش أو موقع بيكسل ولكن الميزة في الأداة هي أن تذهب إلى الموقع وتفتح الموقع بعد أن تعمل بحث عن الصورة التي تريدها وبعد أن تنزل داونلود للصورة وبعد أن تذهب إلى البرنامج وتعملها بلايس داخل البرنامج تجد الأداة مباشرة أن تنزل داخل البرنامج وتقدر من خلالها أن تعمل البحث داخل البرنامج نفسه والصورة تنزل الوطماتيك معاك ويوفر عليك وقت ومجهود حابب أقول لكم أن الحلقة اليوم برعاية موقع كفيل موقع كفيل هو موقع خاص بالأعمال المصغرة وموقع فريلانسر مثل الموقع التي نعرفها مثل موقع فيفر أو موقع أب بورك ولكن الموقع لدينا باللغة العربية هنا ميزة مهمة جداً عندنا في الموقع مثل ما قلت قبل كده عنها أن الموقع يتعامل بفتافون كاش بالنسبة للناس الموجودة في مصر أكتر الذين يتقابل مشكلة في تحويل الأموال أو استلام أموالها أو مكسبها من الموقع للناس الذين لا تريد بال وتخاف تتعامل بالفيزا وموقع كفيل يتحلك أن تسحب أرباحك عن طريق فودا فون كاش لو دخلت على الموقع ستجد هنا في الخدمات الخدمات الموجودة في الموقع الخدمات الموجودة في الموقع يقدر يقدمها لك وستجد خدمات كثيرة جداً منها البرمجة والصيانة والتسويق والتصميم والكتابة والترجمة والاستشارات المميز جداً في الموقع أيضاً هو الدعم الفني لأي مشكلة ستقدر تتكلم مع الدعم الفني ويرده عليك سريعاً جداً وتقدر تحل مشكلتك كمان الموقع فيه ميزة مهمة جداً وجميلة جداً ليس موجودة في أغلب الموقع العربية وهو قسم المسابقات قسم المسابقات سيكون مفيد جداً جداً لمصاميم جرافي خاصة المبتدئين اللي دائماً بيدوروا انهم يقدروا يشتغلوا عن بعض فموقع كفيل هسيب لكم اللينك بتاعه في وصف الفيديو تقدر تخشه وتسجله فيه وتتعرفه أكثر لا أرجونا اليوم ونحدث الائضافة التي نقدر نزيلها لبرنامج The Stellator of Tshop الأنزائن XD الائضافة التي توجدها يسمى Stock Solo وهو مكتوب هنا في أعضاء تنزل لك صور مجانية داخل البرامج التي ذكرتها الأكثر من 1.5 مليون صورة هذا هو من موقع عنس بلاش وهذا موقع شهير جدا اعتقد كلنا استخدامناه قبل كده في صور هاي ريزوليوشن كلها مجانية طبعا اول موقع الاخر هو موقع بيكسلز طيب خلينا نتعرف ازاي بالنزل الاداة طبعا انا هسيب لكو لينك الموقع في وصف الفيديو اول حاجة لو نزلنا تحت شوية كده نلاقي لو انت حابب تنزل الاداة لبردامج لبتشوب والإنظام نشتريتور تقدر تضغط داونلود من هنا ولكن ركز معا شوية لان فيه تركاية خفيفة كده لازم نعملها عشان تنزل الاداة بطريقة سالسة معاك طيب لو انا دخلت على موقع راسمي زيون شايفين كده وقالت داونلود من هنا عشان ننزلها للإستريتور او الانزان او التشوب هتلاقي بدورو دخلني على موقع ادوي اكستنشن كده ويكون مطلوب منك ان انت تكون مسجل دخول الموقع ادوي هنا سواء النسخة بتاعتك مجانية متكركة نسخة شريحة مش هتفرق كل ما عليك ان انت تضغط هنا على كلمة free لان طبعا الاداة زي ما قلنا هي اداة مجانية طيب المفروض والطبيع ان انا لو ضغطت هنا على كلمة free ان الاداة دي automatic هتسمع واتنزل في جميع البرامج عندي المذكورة هنا automatic بدون نعمل اي حاجة ولكن الطريقة دي اوقات كتيرة جدا جدا مشتغلش وشخصيا انا الطريقة دي ماشتغلتش معايا رغم ان النسخة اللي عندي اصلي ولكن الطريقة دي برضو ماشتغلتش بمضغط هنا على كلمة free اي نعم بتنزل وبيقولك صحة والعملية تمت بنجاح ولكن بتيك تفتح البرامج ما بتلاقيش الاداة موجودة طيب اي الحل؟ طبعا لو انت حابب تجربة بالطريقة دي وتشايك على البرامج ممكن تنزل يبقى خير وبركة لو ما انزلتش معاك انزل تحت شوية كده بالموز وهتلاقي هنا لينك مكتوب عليه لينك الموقع نفسه ويدخلك لطريقة اخرى للتسطيب هنضغط على اللينك ده بالمنظر ده وبرده هسيب لكم اللينك ده في وصف الفيديو لو انت مش حابب تعمل كل الخطوات اللي انا قلتها في الاول فممكن تضغط على اللينك ده مباشرة لحد ما توصل للصفحة دي هتنزل تحت شوية كنا في الصفحة دي هتلاقي كلمة downloadstocksolo اللي هي اسم الاداة dot zxb للمبتدئين واللي ما عندهمش فكرة قبل كده عن zxb اللي هو الامتداد ده امتداد كنا اكلنا فيه قبل كده سابقا في دروس كتيرة لان كنت نزلت منه قبل كده اسكريبتات كتيرة للستريتور ونزلنا منه اضافات كتيرة للفتشوب طيب اي اضافة هتلاقيها امتدادها zxb لها برنامج معين عشان تنزل في برامج الفتشوب والستريتور او جميع برامج ادوي يعني ما ينفعش تنزلها دايريكت في البرامج طيب الاضافة دي ازاي اشغالها عن طريق البرنامج اللي انا ذكرته ركزوا معي هنروح هنا نفتح جوجل كل مطلوب منك ان انت تكتب زي اكس بي زي ان شايفين كده انستولر هيتطلعلك في اول نتائج البحث البرنامج اللي احنا هذين نستطبه البرنامج ده هضغط عليه كده او اللينك ده هيفتح معي الموقع بالمنظر ده نصيحة لاي مصامم جرافيك نزل البرنامج ده عندك على طول يكون على جهازك لان ده من خلاله بتقدر تنزل الاضافات الخاصة ببرامج ادوي فدايما يكون البرنامج ده عندك طبعا البرنامج ده برضو مجاني تقدر تنزله لو انت مستخدمين الماك من اللينك ده مستخدمين الويندوز تقدر تنزله من اللينك ده انا مش هنزل لاني بالفعل مثال طبع عندي فخلينا نرجع تاني للأداء بتاعتنا اللي احنا شرحناها او هنشرحها كل مطلوب مني ان انا دلوقتي اعمل دولود للاضافة حاليا من هنا فانه هاتغط كده انتظر ثواني لحد ما ابتدي حمل معي هي بالفعل حملت معي اه اروح كده اعجبها ونزله على ديسك توب وفي هنا حاجة مهمة جدا جدا عايز ان نوع عليها لان جات لي اسئلة كثيرة عليها قبل كده ما شرحنا الاضافات دي انا عندي الاداء موجودة عندي ايه تمام البرنامج اللي احنا نزلنا من شوية ستبنا من شوية اللي قلت لكم عليه اللي هو ZXB ومفروض ان انت هتلاقي فيه ناس بتسحب بالمنظر ده الملف على البرنامج ده خطأ ما ينفعش ليه لان ده حاليا لسه مازال ملف مضغوط عشان اتأكد ان الاداء شغالها بشكل سليم هاجي هنا كليل 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 وفك الضغط عن الملف ده اي برنامج فك الضغط عندك فكه برنامج الرار ونرار برنامج ZIB اي برنامج انت عايز استخدمه بعد ما افك الاداء عندي بالمنظر ده اي انشئ عندي الفولدر اللي انت شايفينه ده او هفتحه لحد ما اصل للاداء ده اهم هيتخلي بالك منها ان امتداد الاداء عندي ايه .ZXB ده اللي انا محتاجه تمام يعني ما ينفعش تاني بقرر عشان السؤال ده بيجيل كتير جدا ما ينفعش امسك الملف ده الوينرار واسحبه هنا لانا بامسك الاداء نفسها بعد ما استخلصتها من الضغط واجبها هنا كل مطلوب منك ان انت تمسك الاداء وتسحبها كما ترى وانتظر علي شواني كما ترى هو حاليا بيبتدي يعمل تحميل الاداء داخل البرامج ادوبي هو كده انتهى ولكن هو هنا بيقول ان انت عندك مشكلة في فلد ارور او حصل مش هقدر نزلك الاداء لانا ستبطه بالفعل قبل كده على برامج ادوبي فهو هنا اعمل عليها مشكلة بالنسبة لك انت ستجد هنا عندك علامة صح ويقول لك ان الاداء تمت بنجاح برجاء اعادة رستارت لبرامج ادوبي فلازم تكون اه في البرامج ادوبي سواء الستيليتور انتزاين تشوب بعد ان تفتحها ثاني بعد ما تسطب الاداء جميل طيب انا خلاص اطلطا اقفل الكل ده مش محتاجه تعال نفتح نبتدي ولياكم ببرنامج الانتزاين ونشوف ايه اللي هيفيدني في الموضوع طيب منين بوصل للاداء لو جينا هنا لقائمة ويندو انا عندي امر اسمه اكستنشن خلي بالك اكستنشن ده هتلاقيه في جميع اوامر او في جميع برامج ادوبي نفس الادافات اللي بتنزل بتنزل في نفس المكان ده اكستنشن هو علي الاداء عندي اسمها ستوك سولو لو ضغطت عليها كده هيفتح لي البانال دي البانال دي الاول مرة بتظهر لك بالشكل ده هنا احط ايميلك لو انت حابب ان هو يوصلك اي تحديثات خاصة بالاضافة او اضافات جديدة نفس الموقع ده بيعملها فهتكتب ايميلك وتضغط هنا كونفيرم بحيث ان هو اي حاجة جديدة يبعط لك على ايميل مش حابب الكلام ده مش حابب اي اعلانات منه مش حابب ان هو يبعط لك حاجة فهتضغط هنا على كلمة سكيب ان انت غير مهتم بالموضوع فيفتح لك الاضافة بالمنظر ده شكل الاضافة كل مطلوب منك هو هنا لا يعمل اختراع ولا سحر هو هنا يدور على الصور الموجودة في موقع بيكسلز او موقع انسبلاش انا هكتب هنا وليكن هدور مثلا على كلمة فود اضغط على انتر او سيرج من هنا ويبتح زي ما انت شاهدين يبحث طبعا عندك سكرول بالماوس تقدر تشوف صور كثير جدا 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 تجد صور عددها كبير جدا جدا تقدر تكبرها بالمنظر ده تقدر تطب معها مع الأدوات هنا لو انت محتاج الكلام حسب ما انت عايز الصورة اللي هتعجبك من دول تقدر ان انت تعمل لها هنا مفيش حاجة اسمها دولود وتروح للموقع والكلام ده كله كل مطلوب منك ان انت هتمسك الصورة هنا تعمل لها بلس طيب قبل ان تعمل بلس هناك معلومات بسيطة للصورة بيقول ان الصورة دي جاية منين الصورة دي اولا مين اللي مصور الصورة ده ده اسم صاحب الصورة ادعى الصورة بدون من موقع بيكسلت ادعى الصور الصورwarming ادعى الصورة بيقول بمكاتر اخري وضغطت عليها استطاع award لحدهم يمكن الجواهر من النفس الموقع ممكن ادعى الصور اخر عن أدعى الصور غير مثلues اذا ادعى الصور 74 sono pase de dawn ونحن نهاية الصورة من昨نا يمكن ان ادعى الصراح ولطول البرادات Tim punishable وضغط بالأبد تنتظر بيقول مستسعONG اي صورة انا بدخلها لبرنامج الستريتور او برنامج الانزاين لازم يبقى عندي السورس او الاصل بتاعها يبقى فيه لينك ما بينها بحيث ان انا لو نقلت الملف او وديت الملف في حتة تانية ما يحصلش ايرور عندي او ما يحصلش ميسنج لينك للصورة فهنا دي ميزة كواسة جدا انه هو بيعمل لك داوندود سريعا للصورة عشان نزيلها على جهازك انا هنا هنزل الصورة على الديسك توب وقول له سيف بعد كده اوتوماتيك زيون شايفين كده الصورة بقت موجودة عن دعني اقفل البنل دي الصورة موجودة عندي ايه في الماوس عندي بتاع الاندزاين لك حرية اختيار لو ضغطت تقضى واحدة هتنزل الصورة بحجمها الطبيعي في داخل البرنامج او ان انت تسحب بالمنظر ده في الماوس مجرد ما يسيب ايدي الصورة عندي نزلت بالمنظر ده طبعا كلها صور هاي رزوليوشن الملف اللي نفتحه ده سايز اي فور صورة هاي رزوليوشن زيون شايفين طيب ده باختصار جدا موضوع طيب ده باختصار جدا من فكرة الاضافة او كيف نشتغلها تعال سريعا نروح لبرنامج الستريتر ونشوف نفس الطريقة بزبط ما فيش اي تغيير ولكن خلينا نبص مع بعض سريعا برضو من قيمة ويندو انا عندي امر اسمه اكستنشن هتلاقيه فوق المرة دي بس نفس الامر برضو الاضافة اسمها ستوك سولو هضغط عليها يفتح لنفس البنل دي نفس الفكرة انت عندك الاداة دي او الاضافة تقدر تقبر البنل وتصغرها خلينا ابحث مثلا على كلمة بيتزا واعمل سيرش وبتدي يدور زيون شايفين او سيطلع لي صور ممتازة جدا هتنفعك في تصميماتك تصميم منيو فلاير سوشال ميديا اي ان كان انت تشتغل ايه الموضوع هتلاقي صور ممتازة جدا نفس الفكرة اضغط هنا بلس هتبتدي الصورة يعمل لي حفظ بعدما اعمل سيف لما كان الصورة اوتوماتيك الصورة نزلت زيون شايفين اهو في برنامج الستريتر وطبعا حجمها كبير جدا زيون شايفين تنفع لجميع الاغراض الطبعية سريعا برضو خلينا نروح للفتشوب مع بعض ونشوف نفس الطريقة بالزبط فتشوب هنا هتفتح مرف جديد هتفتح برينت عشان اضمن ان انا معي مساحة كبيرة واريكو جوتة الصورة قيمة ويندو عندي في الفتشوب وبعدين اكستنشن وبعدين هلاقي الاضافة اسمها استوك سولو نفس الفكرة بضغط عليها وهنا هعمل بحث وليكن على الكيدز اضغط انتر من الكيبورد وتشوف انت محتاج الصورة اللي انت محتاجها وليكن انا عندي صورة زي دي وعمل له بلس مكان حافظ الصورة فين سيف وزي ما انتم شايفين الصورة عندي نزلت هيرزوليشن صور كبيرة جدا زي ما انتم شايفين وصور تنفع لجميع الاغراض الطبيعية زي ما قلنا دي كت اضافة اليوم معانا النهاردة اتمنى تكونوا استفدتم منها هتلاقوا كل لينكات في وصف الفيديو انتظرو ان شاء الله في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة